تلقت الحكومة خلال اجتماعها الأخير على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات طالت عديد القطاعات الحكومية مشروع المرسوم القاضي بتكريس يوم وطني للمدرسة الجمهورية كان مجال عرض وتعليق من طرف وزير التهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة لهذا المرسوم في طار تعزيز الاهتمام بالمدرسة الجمهورية في طار التوجه والتحول اللي يشهدوا قطاع التهديب انطلاقاً من العناية اللي منحها له فخامة الرئيس يأتي كذلك تجاوب مع المسيرات اللي ونظمت يوم 30 أكتوبر الماضي على مستوى جميع حواصم الولايات وفنواكشوط واللي توجدت بتسليم بيان تأييد ومساندة لفخامة الرئيس تأييد لهذا التوجه وطلبوا فيه ترسيم يوم 30 أكتوبر من كل سنة من أجل تخليد هذا اليوم كيوم وطني وبدوره استعرض وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان البيانة الذي قدمه أمام الحكومة المتضمنة استحداث مهرجان ثقافي جديد يسمى المهرجان الثقافية لجول ويندرج هذا المهرجان بإطار الجهود التي يقوم بها قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بتوجهات سامية من ذخمة رئيس الجمهورية السيد محمد دول الشرغازواني والهدف إلى تطوير العمل الثقافي وجعله أداة لحماية الهوية الوطنية بكل مكوناتها وسيساهم هذا المهرجان بالنعاش الثقافي والاقتصادي لهذه الولايات من خلال تنظيم معارض الممتجات المحلية وعروضا لمختلف مكونات الثقافية والفنون الأدائية وسيشكل فرصة لإبراز جميع جوانب التراث المادي واللا مادي والمعارف التقليدي واستعرض الوزير من جهة أخرى البيانة الخاصة بالأسبوع الوطني للثقافة والشباب والرياضة المدرسية مبينا ملامحه العامة يهدي هذا الأسبوع إلى توعيد الشباب من مختلف مقاطعات البلاد حول القضايا التنموية الراهنة والإصلاحات الجوهرية مثل المدرسة الجمهورية الحثة على الزراعة المواطنة والثقافة السلب والتماسك الاجتماعي أهمية التنوع الثقافي بالنهوض بالأمم الخدمة المدنية إلى آخر ذلك إضافة إلى تنشيط الساحة الثقافية والشبابية والرياضية وتشجيع خيرات الشباب في جهود التنمية المحلية لولاياتهم ومقاطعتهم وتمرير رسائل التوعية المتعلقة بالتماسك وتوطيد الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات المتعلقة بالتشغيل والبطالة ومكافحة التطرف كما تهدف هذه الفعالية إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وتشجيع التمييز الدراسي في المؤسسات التعليمية وخلق إطار للتفاعل ونقاش الآمنين بين الشباب وسيتم البصول إلى هذه الهداف من خلال طرق مواضيع متلوعة وشاملة لمختلف الاهتمامات الوطنية عن طريق سلسلة من المحاضرات والندوات والجلسات النقاشية مشفوعة بعدد من المسابقات الثقافية والفنية تشمل القرآن الكريم مدائح رسول صلى الله عليه وسلم الشعر الرسم الأغاني الرقصات الجماعية الفن التشكيلي وأشكال أخرى من الماطق تعبير الثقافي بالإضافة إلى عروض خاصة تعبر عن خصوصية كل إلهيه أما في المجال الرياضي وترفيه فسيتم العمل على تنظيم بطولة لكرة القدم المدرسية بالتنسيق مع قطاع التهذيب وإصلاح نظام تعليمي فضلا عن بعض النشطة الرياضية الأخرى بمجالات كرة السلة والعب القوى والعب التقليدية ومن جانبه استعرض وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مشروعي المرسومين القاضيين بالمصادقة على مخطط تقطيع وجمع عماغة التابع لبلدية قلير ومخطط تجمع العطف التابع لبلدية تيفون دي سيفي اتشرفت بتقديم مشروعي مرسومين يتعلقوا بمخططات عمرانية داخل البلاد لتجمعات سكنية جديدة في الوسط الريفي للهدف منها هو توفير سبل الحياة والخدمات الأساسية المواطنين كما تعرفوا بلدنا يعرف هذا اللي ينقاله التقرير العشوائي بشكل كبير لذلك كان من أولويات الحكومة على أنها تم تخلق وطر في الداخل تسمح بتجميع المواطنين فيها وبالتالي تم توفير لهم الخدمات الأساسية الضرورية ومن بين ردود وزير التجيز والنقلي الناتق باسم الحكومة رده على سؤال حول تصريحات بئة صندوق النقد الدولي بشأن وضعية الاقتصاد الوطني البعثة جات للي الحمد وعدت جرد تان الوضعية الاقتصادية للوطن ومرقض بخلاصة على الاقتصاد الموريتاني أنه في وضعية للي الحمد جيدة رقم الظروف الدولية اللي تعرفوا كاملين ورقم ملي الظروف الجهوية على مستوى منطقتنا وأكدت بعض من الأرقام اللي أساسي أنه يسمع اللي وعن أكدت عن نسبة النمو إن شاء الله 2022 دور تعود 5.3% في الوقت اللي كانت فيه 2021-2.4 وفي الوقت اللي سنة 2020 اللي كانت فيها جائحة كورونا كانت فيه متراجع بصفر فاصل تسعة في المية وهذه مؤشرات مهمة نقدم نقوله قالت عن نسبة التدخم إن معدلها السنوي 8.3% ورصيد الميزانية الخارجي إنه 17.3% من الناتج الداخلي الخام وتعرفوا وفي مكتوب بيانهم إن الاحتياطات العملة لدينا صعبة 1.6 مليار دولار أي ما يناهز سيزايد على خمسة شهر من الصادرات وبخصوص سؤال متعلق بلقاء رئيس الجمهورية مع حزاب الأغلبية رد الناتق باسم الحكومة نختار نأكد إنه هي رواية طبيعية إن رئيس الجمهورية يجابر مع حزاب كافة حزاب الأغلبية اللي دعمتوا ومن الطبيعي إنهم يتطرق في جو اللي تعرف الجو السياسي على المسار لانتخابي بصفة عامة ما جرى فيه ما هو متوقع وهذه رواية طبيعية